قلنا عزيزي برج الحمل أنت تخرج من فقاعة سوداء كنت بداخليها وهذه الفقاعة انفجرت نعم وأنت تريد بدايات جميلة هذه بداية 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 جميلة هذه تقول فيما يخص الجانب المادي كذلك بداية قوية نعم لكن بما أنها طلبتم مني أن نركز فقط في العاطفة فأتكلم عن الجانب العاطفي فقط أنت الآن تحس بأنك حر حررت نفسك من هذا العذب ولم تعتمد على هذا الحبيب لتكون ساعدا نعم لأنك ما تريده عزيزي هو أن تكون مرتاح مرتاح بحل مجنون المجنون لا يفكر المجنون يعيش حياته حر طبعا المشاعر هي التي تسير المجنون أنا لا أقول أنك لا تحب هذا الحبيب طبعا أنت ما زلت تحبه لكن أنت يعني في طريق النطج أو تغيير تغيير أنا أرى هنا الكثير تغيير كبير وخا أنت عزيزي لتكون مرتاح لابده كان يعني يعني ش حاجة بداخلي أجبرك على أن تكون قويا وأن تكون عقلاني نعم أن تدفع على نفسك تعتني بروحك تعتني بنفسك لأنك عانيت بزاف سفرتي بزاف نعم وحالتك كانت حالة حزن حزن عميق كانت حالة حزن عميق شوفوا الله شوفوا يعني سبحان الله أنا أحيانا أخاف من نفسي الكارد هذه الكارد يعني تقول نعم يا إما ما تقولينه صحيح أنت في الطريق يعني الجيد نعم هذا الكارد مهمة جدا هذا الكارد تقول أنك تبدأ أو تذهب لمكان جديد تذهب حزينا لكن عزيزي تذهب حزينا أنت تترك شيء وراء وراءك يعني كتخلي ذلك الشيء اللي لعدبك تترك المعاناة وتذهب لمكان جميل هذا الكارد معناها غالبا غالبا أنك ستصل يعني شوفوا هذا المكان فيه أشجار فيه في الجبل يعني دائما تكون يعني رغم أنك تذهب بحزن لأنه طبعا هناك حب أنت تحب هذا الحبيب لكن أنت تريد بداية جديدة تريد شيء جديد وتذهب وترحل بحزن لكن المكان الذي تذهب إليه يكون مكانا جميلا نهاية عفوا بداية خضراء طبعا أنا أتكلم عن الطبيعة بداية خضراء والأخضر هو لون الأمل نعم بداية خضراء بداية جميلة كانت قراءة جميلة حالة كنعم كانت هي الحزن العميق ما تقوله هذا الكارد و الحزن العميق عزيزي برج الحمل كيعيط على الحزن إذا كنت يعني فرحان فالفرحة تكبر إذا كنتي حزين فالحزن يكبر وينادي على المزيد من الحزن ينادي على هذا الكارد اليأس ينادي على الكآبة وهي إنساغي يعني سلسلة لا تنتهي وأنت الآن من كثرة ومن عمق هذا ومن شدة هذا الحزن كلتصافي تملنا وانتهينا وأريد يعني أريد أن أكون سعيدا أريد أن أكون مرتاحا يعني رسمت أمل لنفسك ليس فقط لهذه العلاقة لنفسك يعني إلى متى يا عزيزي برج الحمل يعني أنت تتكلم مع نفسك إلى متى شوفه لا قدش حزن إلى متى يعني ستترك هذه يعني هذه العلاقة أو هذا الحب كيفاش تقولوا يعني يسيطر على حياتك يسير حياتك وبهذه الطريقة السلبية إلى متى والآن أنت بفضل هذا التغيير وبفضل الصبر وبفضل الأمل أن تتلبس ثياب جديدة ثياب ومبيضة شوفوا 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 القوس قزح شوفوا يعني الخير والرزق يعني كل شيء إيجابي في هذه القراءة نعم رغم معاناتك الأولى بفضل هذا التغيير غدا عزيزي تخرجه تخرج من بيتك وسطرة يعني عندما تفتح الباب سطرة أنجغدها بلاند فلوغ يعني عندما تفتح الباب سترى بستان مليء بالفرص المادية والعاطفية ومن كل الأنواع ستزيل هذا المنديل من عيني كنت يعني كنت عورة أو كنت عور وكنت أعمى أو كنت عمياء والآن أنت ترى النور ترى النور نعم حبيبي أنت فهمت يعني أن الأشياء تصل عندما يجب أن تصل وهذه الكارتات تقول لك هذه كذلك تعني تحقيق الأمنية أنا أراها قراءة إيجابية بزف جميلة أنا لا أرى كارتات سلبية لأننا بدأنا يعني الابتعاد عما هو أنت تخلق من جديد تولد من جديد وما ينتظرك هو كل شيء جميل وتحقيق الأحلام نعم لنتكلم عن هذا الحبيب الذي تسأل عنه هذا الحبيب الذي في قلبك هذا الحبيب ربما هو متعلق بشخص آخر نعم ربما هو متزوج أو المهم مع شخص آخر نعم هناك امرأتان هذا الرجل متعلق بامرأة أخرى هناك عزيزي برج الحمل حذاري هناك امرأة هناك طاقة سلبية طغار ملك أنت يعني شوفوا يعني البراءة أو هذه المرأة يعني وجهها شيطاني نوعا ما يعني سلبية شوف تخلق من جديد يا الكرت سبحان الله أنت تخلق من جديد هذا الحبيب يخاف هذا الحبيب عفوا يخاف لكن هذا الكرت يعني كرت روحانية قوية وجميلة جدا تقول أن الحبيب شوفوا هو كذلك حزين هو ما يريده هو هذا هذا ما يريده الحبيب سوف الكرت أم لا هذا لا يا ربي هذا ما يريده الحبيب هذا هو من يريد الحبيب هذا الحبيب يفهم أخيرا هذه كرت روحانية يعني استيقظ حتى هو يعيش في تغيير حتى هو يعيش في تغيير هو فهم أنه فقد كنز ثمين جدا وأنه يعيش حياة مزيفة مع هذا الشخص الأول نعم حياة سوداء شوفوا يعني هما مقيدين مقيدين لكن ما وراءهم هو يعني ليس هناك سعادة نعم هو حياة سوداء مزيفة وأنه فقد هذا الحب الجامل والراقي والصافي نعم الآن هو كما نرى هو ربما هذا يعني كيفاش كنقول يعني كيفاش كنقول ياربي بالعربية ما هو من السيد هربط الكلمات هذا الحبيب قلنا أنه استيقظ وفهم أنه فقد أعز الناس نعم لكن أرى أرى حبيبي أن هذا هذا يعني يخف من هذه القيود يخف من هذه القيود نعم أسرار هذا الكرت عزيزي تقول أن لديك فرص أخرى نعم هناك سيظهر شخص آخر جميل كذلك كذلك وخا وكذلك يقدر الحب وهذا الحبيب يعني هو الآن فهم الأشياء ويريد تغيير الأشياء وأكيد أكيد أنه سيعود سيعود لكن أرى أن لديك يعني هذا الكرت كلها كرتات إيجابية كرتات إيجابية جداً عزيزي برج الحمل وأن أهنئك هذه الكرت تقول أنك يعني لديك فرص كثيرة في كل شيء فيما هو عاطفي ومادي عملي ديراً كل شيء كل شيء يعني الحياة تبتسم لك نعم وفيما يخص هذا الحبيب أنت من يختاره يعني مصير حياتك أنت من تختار يعني الكرت فقط ترشد تعطي نصائح لكن أنت من يختار أنا نصيحتي نصيحة إيمان هو تسمع قلبك أنت استمع لقلبك دائماً لأن قلبك لن يخدع قلبك لن يخدعك واخا يعني دير داك الشيء اللي كتحس به القلب ديالك هو اللي يعني هو اللي كيحكم في حياتك واخا ليس يعني للكرت ولا أنا فقط أعطي لكم إرشادات ونصائح وعلامات وإشارات ونصائح ومهم ما يمكن أن يحدث لكن أنت ما من يقرر نصيحتي دائماً أن تستمع لقلبك ويعني كالمجنون البارئ المجنون البارئ دائماً يعني يستمع لقلبه ليس لعقله لكن أنت حر أخا ماذا كنت بغيت نقول شي حاجة أخرى فيما يخص الحبيب هذا الحبيب أكيد أنه سيعود سيعود لكن يعني أنت ربما قلت أن لديك فرص كثيرة فرص نعم عاطفية ومن كل الأنواع لذلك استمع لحدثك لا أدري إذا كنت يعني نعم أنت تحب هذا الشخص أكيد يعني هذا قرارك أنا لن أتدخل لنرى ما هي الرسالة رسالة الملائكة السماوية ملائكة الأطلنتيدة التوازن يعني شوفوا التوازن والتوازن السماوي والأمن شوفوا الإسبوع الأمن شوفوا هذا الحمام البيضاء وهذا يعني لون الحب الأحمر يعني أنت فوق هذا يعني هذه الطاقة أنت فوقها يعني هذه لها معاني كثيرة يمكنك أن تحقق كل شيء لا مع هذا الحبيب لا يعني معك يعني كل شيء في حياتك يعني في يدك شوفوا يعني الحمامة فوق هذه الكرة الحمراء يعني الحب والأصفر الفرح والورضي كذلك الحب الحب والشغف لا قاسيون يعني وأنت لا بغضاء السلام السلام بداخلك بفضل هذا السلام وهذا البيض أنت يمكنك أن تستحوذ على العالم كنت يمكنك أن تستحوذ على العالم نعم يعني الأمم ولنرى ما هي الرسائل الملائكة الحب قريبا تحرر وقم بمجهود قم بمجهود لتكلم عن الحب هذا الحب يعني له مراحله قم بمجهود بمجهود لكي تفهمه. اعتقد هذا ما فعلته انت في القراءة. يعني هذا التغيير يعني فهمت انك بالبكاء بالحزن باليأس يعني لن تحصل على ما تريده. يعني ما غادي توصل حتن شي بلاسة يعني فقط بلا بلا نيجاتيفيتي والبكاء والحزن. والانت يفهمتي بانك خسك تنوض. يجب ان تقوم. يجب ان تعتني بروحك. هذه الروح التي بكت. يجب ان تكون قويا روحيا. معناها قويا. ليس ان تكسر الاشجار ولا بل روحيا. يجب ان تكون حكيما وروحيا. نحن عندما نتكلم عن القوة ليس القوة العقلية ولا الجسدية ولا تهرس الحجر ولا. لا. بل القوة الروحية. ان تكون حكيما. ان تفهم ان الحب له مراحل. ربما الان تعاني. ربما هذا الانسان مع شخص اخر. لكن يجب ان نحترم مراحل الحياة. لانها مخططة في الخريطة السماوية. اه كنتمنى لكم الخير يا ربي الحبيب. اتمنى لكم التوفيق. اتمنى لكم الفرح. اتمنى لكم السعادة. اتمنى لكم التوفيق في كل شيء. في الحب. في العمل. في ما هو مادي. في الرزق. في العلاقات مع الاخرين. ان يقترب منكم فقط الناس الايجابية. الناس الطيبة. لان هكذا نرفع ذبذباتنا. ونرى الاشياء بوضوح. ويعني يهيمن السلام اكثر في حياتنا. واخا. كنبغيكم بزاف. كنحبكم بزاف. كنتمنى لكم افضل ما في الحياة. وافضل ما في الحياة هي هو السلام. السلام والويآن. بفضل هذا السلام الداخلي نحن كما قلت سابقا نستحوذ على العالم. طبعا نحن لا نريد ان نستحوذ على العالم وان نسيطر على العالم. نحن لسنا امبراطور او نحن نريد يعني ان نكمل ما رسمته لنا الخريطة السماوية. نعم. اذا كان هذا الحبيب يعني كتب لنا فسيكون لنا فسيأتي لوحده. واذ لم يكن لنا. فوداعا الى اللقاء لكن بحب بسلام ودائما كما اقول دائما ان نسامح. هذا هو الطريق الصحيح والطريق السليم. السليم نعم. كنتمنى لكم الخير. احبكم من جديد. احبكم. هذه هي الحقيقة. كنتمنى لكم الخير.